سأستحق القيام بها أنا أعجب أن أتكلم جداً لا أعجب أن أتكلم على شيء فأنا أصحبك لست أصحب لكن هذا لا يعني وإذا كنت أجرروا على الرزاق وإذا كنت أعلم العين لأوليا هذا لا أصحبك هل تخطبت على الداري لمرة؟ إن شاء الله إن شاء الله كان عاود لقوله أنا لست في عداية ما يقول العداية اللي عفوا فنانة أختي بغيتي قلتي أقول لي اللي بغيتي ما أنا كاسة لما أشدو للي من مراسي يعني القفطان المغربي فهو مغربي والتواحد وما يزول لنا شي تطبيب حالي كيقوله أنا الحمد لله شكرا لله كان حمد ربي على الصورة اللي اعطاني كان شوف راسي الحمد لله غزالة وماما وبابا كي شوفوني غزالة أختي كي شوفوني غزالة كان هادو من المرايات ديالي وندحكوا مش فيها أنا لي برد التحاليل وكان خاف منا ولمشين اللي عفوا فراصي ما نقدرش أنا بغلانستون كنشوف ربي بقي عطيني القوبول وبقي الناس كي يعيطوا لي فأنا ما نقدرش نحرم الناس لكي يعيطوا لي مني أنا كنكره شي وحد يتعطل علي أنا بدي ما نتعطل على تشي وحد عندي الوقت أنا خمسة يدعو معايا ودائما كنشوفهم بجنبي كتار من ويقولوا لي براو ليلة لا لا سيدنا ومولانا محمد رسول الله سلام عليكم تحية رمضانية بتواب العشر ثانية من رمضان أوسطه مغفرة تحية قلبية لجمهور جريدة تنجاوي هذه الجريدة الهادفة كم أريد أن نقول لكم رمضانكم مباركون الله يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله يتقبل منه الصيام والقيام وكل ما كتبنا إن شاء الله يربي معكم سلمان شنواني كم يعرفة أنه تعمل غير في الزوايا بالأصوات الرجال يعني معرف السامع لكن الحمد لله شكر لله بفضل الله سبحانه وتعالى سلمك قدرات هاد السامع هاد تدخلوا المجال اعرس بقوة انني شوفت الناس حبوا هاد اللون هاد قلت فالي ما لا جات لوكاس جون ديال رمضان حتش هو حاجة يعني سامعوا المادح انك غاد تقدر تسمعوا جميع الايام لكن كينا لزوكاس جون مولود رمضان فالسانة الماضية كان العمل ديالي شدارات من الفياشية هاد العام كان العمل ديالي الروحي من توقع بعضاء الاستاذ والفنان عمو عبسلام الخلوفي لعني كنت عملت شدارات من الفياشية وهاد العام يا سعد قومين وشكون هاد القوم وهما أمة لا إله إلا الله يا سعد قومين بالله فاذوا يا سعد قومين بالله فاذوا ولم يروا في الورا سواه الفكرة صراحة يعني أنني خسني أن نعمل شي حاجة فهذا رمضان يعني كنت قائمة من عندي لكن استشاركت مع الأستاذ والفنان ديالناسي عبسلام خلوفي حاجة الصراحة كي تعامل معي وكأنني بنته وما كي بخلش إليه أبدا بالعكس كنشوفه وسبح الله العظيم ديك الحب دياله ولا يعني الغرض دياله فأنا ديك العمل ينجحوا بأدق التفاصيل يعني صبح الله العظيم يعني مش شي واحد أن بالعكس قد دمعي من قلبه فأنا ممتنة ليله جدا 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 يا سعد قومي بالله فاذوا الله يسعد قومي بالله فاذوا الله ولم يعروا فيه الوارا سواه الله ولم يعروا فيه الوارا سواه قارباءٌ منه وجتاباء الله قرباهم منه واجتباه الله فنزاه الفكرة في عولاه الله فنزاه الفكرة في عولاه يا سعد قومين شكو هدو القوم قوم لا إله إلا الله أي محب ذكر الله والسماع والمديح وما هو السماع لأن في السماع الصوفي كانت الكثير من القوم الماتح الخمرة هذا بحر طويل فأنا أريد أن نظر على تفاصيلهم لأنني أعجبني أن نعرف في مدينة لأنني أعجبني أن نتملق لأنني أحد لأنني أحد الحمد لله من الوالي لأنني أريد أن نعطينا للناس الخطأ يعني أعجبني الحاجة التي أعرفها طبعاً سأخطيها معكم لأنني أحد تفاصيل لأنني أستطيع أن ندخل معها لأنها أهل لأنني أقول لكم ليس كل ما يقال يصدق أصدق لأنني أصدق في الأن الآن ونحن الآن غير مثل حمام سوف نتعلم ولكن الدراما لا أستطيع أن نقوم بشكل حيث لم يقوم بشكل لأن المعرفة لأن المعرفة لا أختار بين المناس عارض كنتا نرى الناس الذين يشجعوني ويدعوهم معي طبعا نرى انتقادات مرورة الكيرم كنحترمون ما غاديشين خروج نسبون وقع واحد سؤال فهم ليه هو كنت في الغنية دي لغطيني بردكة لليم ما كان عندي صورة ألم نشرح بها قلبي فرح وش عباد الله خدميني يقولوا فليكم ايه يا القرآن رجعك يتغنى وانا كملوا الآية كاملة صورة ألم نشرح بها قلبي فرح بيت القصيد ليس كل ما يقال يصدق وليس كله علاقة تربط البنت مع الرجال علاقة حبه ومع ما تزاوج بين الموسيقى والرياضة فبعد يوسف النصيري شو صبح الله العظيم دلال الاسم لو سمعنا الاسم يوسف كيف فكرنا؟ كيف فكرنا بالقصة سيدنا يوسف وكيف فكرنا وكيف فكرنا يتغلب على أدواء ونصيري مجهة من ناصر والله نصرنا على الأنفس فالعلاقة بعدها تربطني به مجهة علاقة أخوية صداقة لم أكن لدي صاحبتي لدي صديق لدي صديق تبارك الله من ملحمة قطر تبارك الله علي وعليه كيف يكملها وتحيان المنتخب المغربي لعلا الراية المغربية و هذا ما كان ليس هناك علاقة رجل مجهة و لا يمكنك أن تقوم بالتحدي مجهة و هل تحيانة مجهة من يلد أنه موجهة ما تحيانة لا أريد أن أرى كيف يضحك؟ أريد أن أرى أريد أن يكون هناك إنصاف أريد أن يكون هناك إنصاف لأنه لا يوجد شيء أريد أن أعود لكم أحد القصة أنا أحد السيدة في حياتي في هذه الساعة كثيراً 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 لكن الإنسان ما أريد أن أرى في هذه المصطلح سأتقال وعندما أريد أن أحرر أن أقوم بها لا أريد أن أتقال مرح لي لكنها ليست قرابة دموية بل هي قرابة روحية رأيتني أن أصابت على سيدنا محمد وفقش في أول فيديو في الأول إزالتي سوف أتكلم أن هذا المصطلح فهناك معروف او لا فبالصح مزيانه الناس يفرحوك وساعة ساعة يدعي معك شي واحد يدعي معك من قلب وكتر من هدوك اللي يقول لك أنا العائلة دي لكم شوف أنا معروفة كندر بصراحة بلزواق بيدون لغة خشب لكن من حيث العلاقات الشخصية حتشوف ماشي أنا بوحدي يكون معايا شخص آخر وعلم الله كيفاش الأفكار دياله كيفاش يحمل كاميرا كيفاش يحمل كاميرا كيفاش يحمل كاميرا لا وده بزولون نصيري بارك الله وفيكم لا ولكن اسمح لي ولكن نصيري عندو شي خاطبتو ولا شي حاجه يجبدو لصي وحشو معاود فهمتي أنا عارفة راسي والدي عارفين شوف وبقى عندي ديك الفكرة شوف بصحنا يا كول وإنما عائلة مغربية محافظة بابا ماشي اخوان وأنا ماشي جورجينا بمعنى كيبقى ديك الحتيرام من الوالدين وخانفترض أن عندي علاقة مثلا غير شرعية بمعنى يعني أنني مخطوبة ما قالو كنعرفشي ولت الطور التعارف لكن باقي ما قدمت على الوالدين ما أخروش شي نصرح له حتش حشوما أنا ديني حشوما ما نقدر الشي زعمل كنعاود نأكد العلاقة اللي كتربطني محافظة هي علاقة تدقى أخوة وصلت على سيدنا محمد الخطوبة ديالي يعني اللي تخطبت أوفيشال جوج وآخرين بابا عمري جاو وقالوا ملي زعمل لكي يجي عند بابا أنا تخطب جوج مرت الحمد لله العلاقة بقى مزيانة كنظن ثاني فيهم جوج لا يكمل علي بالخير الحمد لله زعمل بالعكس شوف كنت مع عائلة اللي عمره سلعة أولاد الناس الحمد لله ما كان في شادة لكن ساعة ساعة ما كاتب وصافي والله يسهل على اليوم جميعا تخطبت على جوج مرت الثالث ثابت إن شاء الله ما الثالث ما كانت تعجبت أنا كنحمق لأشي حاجة بلدية كنحمق لأ القفاطن وكي حمقني ديك شي بلدي فكنكن فرحان كنكون لأفصال قفاطن مغربي وعليش وهذا عهد مع نفسي في ممشيت في أي موطع لأن هذا هو رمز من الثقافة دينا المغربية تام غرابيت دينا القفطان المغربي سبحان الله كيزيد واحد الاناقة سبحان الله عندي منا بيدي كنكو ساعة ساعة في المرهية هكذا كنعم القفطان سبحان الله كنشوف راسي نص من عند الله الحمد لله الحمد لله والحاجة بلديية نديك شي عودة الجوهار ومعود لا حسب هكذا انا بلدي من خلال من خلال البنزين يحقين التفاصيل وهذه خلافة صغيرة ومن خلال البنزين أريد أن أشكر نعمة الجميلة المساندة من بعض المساندين الذين يهتموا بالإطلالات سواء في الإعراج أو في المهرجان ولكن هذا لا يعني أنني كان في آخرين تبارك الله تعاملت معا بزاف لي شوف يكتبقى الأدواق تختلف أنا شنو أنا في حالي يقول لكم مش عمان كان ما أنا كان بخيزنطي واحد لو بخودوي لذلك أنا من حيث اللبس المغربي يعني القفطان المغربي فهو مغربي وتوحد ميزول لنا شي تطبيب حالي كي يقولوا قد لبس القفطان راه يعرفوك مغربية وإنما عاودت بطريقة اللبس دياله يعني وتوحد شي واحد أجنابي عاود لبس يعني أتوفات عرف أجنابي ولكن نسبة لي شنو لبصرها تتعرف أنها مغربية أنا ببغلانستون كان شوف ربي بقي عطيني القوبول وبقي الناس كيعيطولي فأنا ما نقدرش نحرم الناس اللي كيعيطولي مني أبداً حيتاش كنشوف واحد الإقبال واحد الحب مش عادي يعني أنا كنظر الحمدلله على رأسي وهذا طبعاً من فضل الله بفضل الله عفاً وبالواليدي شوف كنقوله وغادين بقنقوله سوف تقدروا تشوفوني مثلاً كنغني شي حاجة لكن في التيران ديالي كنغني شي حاجة ما يكيبقى الأصل تسلمه وغادين نقوله دائماً وأبداً وصل على سيدنا محمد حتى سنادي حتى حاجة كن آمن بها من يهي في جمالي ليلها إلا الله ويعول علي ليلها إلا الله لا يرى معي غيري ليلها إلا الله أو يدق المني ليلها إلا الله عطفة الحب عندي ليلها إلا الله بهجة وصرور ليلها إلا الله أخمدت نار وجدي ليلها إلا الله فعلي تظرو ليلها إلا الله جنتي أهل ودي ليلها إلا الله قربه وحضرو ليلها إلا الله فما تما بدلي ليلها إلا الله زانتي البشرية ليلها إلا الله وتحولت غيري ليلها إلا الله بصفة روحانية ليلها إلا الله نبدأ بالإيجابي عندما نبدأ بالسلبي بيش ما يقولوش هادي شوف أنا مع التجميل في حالة ما كانتش حاجة معيبة شوف فرق ما بينش حاجة اسم الغرور وفرق ما بينش واحد كي تقف نفسه وكي حمد الله على الصورة اللي إعطا صيد ربي أنا الحمد لله شكر الله كان حمد ربي على الصورة اللي إعطاني كان شوف راسي الحمد لله غزالة وماما وبابا كي شوفوني غزالة أختي كي شوفوني غزالة لأنها دوم المرايات ديالي كي شوفوني غزالة لأنها محتاجة لأنها محتاجة لأنها تبدل كي شوفوني غزالة لأنها تبد� مالا بأينا أنها العملية تبدأ أختي جدا ونحن شوفوني هادة لأنها تحدثت ونحن بكزالة لأنها تأتي بشكل وشوفا اشتركوا في القناة 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 نريد أن نكون هنا 10 سنوات تكون سلمة قليلاً قليلاً لا نريد أن أعرفت السماع المادح عند النساء في الأعرس المغربية لأنه لا يوجد نساء و لكنه معروف في نتقد الزاوية يعني لا يعرف شي عند النساء في الأعرس نريد أن نريد أن نريد أن نريد السماع والذكر الله و بينما يكون في الدار كيف أريد أن الدار لا تقلق شي محفوظة و تينا ستكون دائماً محفوظة أنا مع النساء بعدها مرحباً بالنتقد و مرحباً بالذي ينتقدوا بطريقة مزيانة طريقة مؤدبة و بلا قلة الأذب هذه أنا التي لم تعجبني شي و معا تقدموا النصيحة من أهل ديالة بمعنى الطبيب يقدر يحكم على على المتاهم لا القاضي يقدر يدخل عمل العملية ضد دماغ لا أنا support فكون تقوم على رب también الآن تقوم على النصيحة لا فا L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L and I think it's worth a fascinating و إنما لم أقل يقل و يفعل و يترك الكرة و لا أعطي شيئاً لأربي نصرك لأربي نصرك لأربي يأطيك الإنسان و أنا أبقى حقد عليه و لم يتغير شيئاً هذا الإنسان يريد أن يعمل في أهل من حيث الثامن طبعاً ربزتت لأربي تغير سلمي عاود 2019 لست سلمي الدابة كان عاود لقولة أنا لست بعداية لست شوفي شوفتيني قال الإنصاف أنا شوفي هذا الالتفات هذا الالتفات جميلة ما تحكيني للمشاهدة و ليس لديه يعطي شيئاً لسعكين أختي بريتي أقول لي ما أريد أقول لي ما أريد أنا كاسة لم أتزول لي من رأسي ليس لك أعاد ألم يتعلم ب شيئاً ألم يتطلق علي ذلك أعطي الاسم من حيث نقدر نوقف صراحة نقدر قد تكون بولادي يجوني يعطي لهم الوقت ديالهم ولكن غادي مبقى دائماً حضرة حيث حدي كمي بحاجة جميلة بالعكس أنا أصلاً فخورة باللي كان قدمه لكن هذا صراحة يخض الوقت أنا مثلاً في الصيف ما كنبريشي يشوف معروف أن ساعة الأعرس أنا مكن قدرشي يومي نرى ما يمكنشي ما يمكنشي منبحر ما يمكنشي منبحر ما يمكنشي كيميكا تعييت لك شيء ما معنى الفرح أنها اخترتك هذه هي ليلة سباسيال اخترتك أن تشرك معها ليلة العمر دياله ما يزع من الصراحة أنا مكن قدرشي نكلف على راسي كثير من الطاقة ديالي فكرم الوسطية والاعتيدل ما نقدر نوقف ما نعرف يقدر يجي شيء حاجة فجائية والعلم لله ما يحدهم الوالدين ديالي معايا وختي معايا المساندة الرسمية وجنود الخافاء ديالي واحد التي فت بما أني جبت كيوقع واحد المشكل شوف أنا ماشي كنقول مانجر ولا شي حاجة شوف الإنسان اللي عاقله كيف هامرا غادي يخدم تكبر لشي حاجة فأنا شوف كتجي بساعة ساعة كنتلقى شي واحد أنا كتجيني مقلة الأداب بقى لسمع شي واحد ومقدبوا ساعة بالتليفون وكعجبني أن شوحد ما يعايت لي في التليفون غادي نعطيه وقته فأنا ساعة ساعة كنتطر أني ماشي نتلقى شي واحد يعني تلك ساعات ماشي تلقيته نادي معه قاله 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 أختي أختي لا أختي أختي يعني أنا كنصرح من هاد المنبر أن أختي هي الدرع ديالي في هاد الخدمة هادي أي واحد غادي تفرج اليوم في هاد اللقاء هذا بعدها كنبغي نشكره على أنه تفرج في هاد الشي هذا كامل والحاجة اللي غادي نختم بها أي واحدة كتتفرج فيها عندك شي حاجة كتعملها في الراغ وخرج ديك الطاقة اللي عندك لكن تدرس النقاط دياله وشوف الإيجابية وشوف السلبية وإن شاء الله الله يبلغ المقصود ديال أي واحد والله يعطيك كل واحدة لفنية دياله إن شاء الله يربي والله يصفي القلوب أنا دي دايما كان سطر عليها وكان تمنى الإنسان يبقى يتمنى الخير لنبعثه ويركز على الكاريغ دياله فإلاك بقيت دائما مشغول في الكاريغ دياله قادي تشوف ما تفقاش يديها في الناس شنو كيقولوا عمرك تبني الناجح ديالك على الكلام ديال الناس ويبغي يهدموك قا تشوف رأسك عندك شي حاجة كمل وربي والله ما يحشمك لو كانت نيادي ديالك صافية حيث أنا أصلا بش ختمت يا سعداء قومين الناس قالت لي بدعي وأنا طريقي من جورة ويلاصفيت مع ربي العبد ما منه ضرورة سلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد